عم بيفكر فيك يعني إلو فترة لكن أنت حديثاً عم بتفكر فيه لكن هو إلو فترة طويلة عم بيشوف حركاتك عم بيشوف حركاتك عم كان شاكك أنه أنت على علاقة فعم بتقدم خطوة ناحيتك لكن هاي الخطوة عم يتخذها بحذر عم يدرس الأمور هو مش شخص عاطف يمية بالمية عم بيفكر بالعائل أكتر من العاطفة عشان هيك يعني رح أو طول هو في اتخاذ هاي الخطوة لكن هو على تم استعداد في شهر ممكن ياخد هاي الخطوة ناحيتك عم بشوف طاقة اللي هي هوائية ممكن أو أنت ناوي على شغلة في عوائق معينة صنعوها ممكن اللي حولك أو أنت صنعتها بذاتك الجو ما كان كتير ملائم لاتخاذ هاي الخطوة ممكن تكون شراء ممتلك معين سيارة أكتر شي ممكن يكون كمان هذا الكرت يعني بعبر عن سفر اللي هي ممكن يكون في فرصة كبيرة للسفر لكن مش أنت يعني إما الشريك أو حدا من العائلة عم بسافر أول شي بعدين أنت بتلحقه في مسافة أنت عم تقطعها أو الطرف الثاني عم يقطعها أو في ممكن مسافة كبيرة كمان بينك وبين الشخص الآخر شخص بتحبه أو صديق ممكن يكون في مسافة بينهتكم لكن هاي المسافة عم تتقلص وإذا كان معنويا رح يكون في رجوع للماضي رجوع العلاقة وممكن نفسره على أنه أنت رح تكون مستعد لاتخاذ يعني أي قرار فيه أحياناً عم بتفكر في التهور أو أنك تطلع بسرعة من كل الجو اللي أنت فيه فأنا شوي يعني بحذرك أنه لأ تروى شوي تكون عندك طاقة إنفعال أو طاقة اللي هي بدي بسرعة الأشياء تتغير بدي أسافر بدي أغير وهذا التغيير لصالحك وعم بيكون فيه احتمال كبير فيه شهر عم بشوف فيه حلم عم بتشسد ولكن فيه شوائب يعني كانت خلال فترة الماضية غيوم حوالين هذا الشخص أو الحلم ولكن فيه طريقه للتحقق إن شاء الله عم بشوف كيف تعطي من فلوسك لها حدا إما عم تدين حدا أو عم تعطيه عم بشوف كمان برج الميزان في الأوراق عم بتحاول تحقق العدل من بعد ظلم تعرضت له بالفترة الماضية ولكن اتعاملت معه بطريقة خلينا نحكي حكيمة وكان قرارك فيه صحيح مية بالمية عم تاخد وتعطي مع أطراف ما كنت على وفاق معاهم يتهيئ لي في العمل بالعمل عم يستنوك حبيبي على غلطة فدير بالك اشتغل شغلك مية بالمية وما تعتمد كتير على الحظ مع إن الحظ موجود لكن مش في كل المجالات عم تتسكر شيء قديم وتشبث بي بشيء قديم فكرة قديمة ما عم تقدر تطلع منها خلال الفترة الماضي لكن الفترة الجاي عم تنجح في هذا الاشي وتطلع من الطاقة القديمة اللي انت كنت فيها عم تترك شيء عم تترك شغلة أو شخص كان بيشكل لك أهمية كبيرة في حياتك واللي هو يعني ما كنت شايف إلا هاي الشغلة أو هذا الأمر أو حتى شخص ولكن عم تطلع بكل أريحية في شهر خلينا نشوف مثلا الدراسة على الأكثر لأنه في ناس طلبوا هذا الاشي عم بشوفك شوي مكسل بالدراسة نهاية سعيدة في الدراسة لكن من بعد جهد عم تبدله كنت في الأشهر الماضي كتير مأخر أنك تبلش تدرس أو تبلش تركز في دراستك لكن عم بتكون في الفترة شهر سبعة وأكنهم فتحت نفسك على الدراسة وهذا الاشي يعني عم تاخد منه كتير نتائج حلوة في أشخاص أكتر من شخصين عم بيراقبوك عم أنت أعلى منهم أنت بمرتبة أعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهذه المرتبة أو نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين أنه يوصلوا لك وكأنك أنت حاطت حواجز أو شغلة بينك وبينهم أنا بحكي لك هدول الشخصين أبدا مش نويين على خير هاي من الأشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع وأنت في مرحلة متقدمة وهما لا زالوا يحكوا في أمور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدته وبعجنه لكن أنت ولا على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين أو الأشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وأنك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيره من طرف هدول الأشخاص عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة إلك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الآخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك إنه هلا هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني عم تغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية آخر ورقة طلعت معاي لأحدث فترة ممكن تكون آخر شهر أيلول عم توصل لتوازن كتير حلو في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم فيه شغلات سابقة أنت عملتها في القديم كنت أفكر إنه خلص أنا ما يعني راحت علي وما ما حأخذ النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الإشي اللي في بالك عم بشوف فيه شخص مندفع تجاهك لكن أنت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك إنه استعجل لأنه الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر أو بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية إذن لأول شي للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والأزواج كمان نحاول نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين هس حالي ما خلطتهم مني حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لا احتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك أنت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه وعم بشوفه يعني عم بيحلم فيك وكأنه أنت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي أنت فيه وكأنه عم بديو يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الأجواء اللي أنت فيها وكأنه فيه اختلاف بينك وبينه فيه إما الطباع أو مش عارفة فيه اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص أصغر منك هذا الشخص بيميل بشرته للبيض أكتر للشعار أكتر أو ممكن عيونه ملونة تكون شايفه على حصان وكأنه فارس أحلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي أنت بتحلم فيها هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع عم يكون صعب عليك أنك تتخذ هذا القرار لكن فيه الشغلة حتبين لك أو تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار فيه ممكن يكون في الليل يعني هيك بآخر الليل خلص أنا بدي أاخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص أنا أنا إما تعبر عن مشاعرك أو تقول له أنا بدي أرتبط خلاص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار أو بيحلموا فيه وانت من زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيسس أنه أمورك مش عم بتكون مستقرة مية بالمية بالنسبة للأزواج وعم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا أكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في إيدك أو خاتم في إصبعك مش عارف رح تكون متحكم بالأمور ولكن بعواطف أكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الآخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على أرض مش ثابتة كنت عم بتحس أنه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال أو ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو أنت لكن في شهر تموز رح تكون الأمور تمام ورح تحتفلوا مع بعض أو يمكن ترجع الزكريات الأديمة الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد أنا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في أمور عم بترتبها لحتى بالأخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي قبل هيك كنتوا عم بتتطلعوا لبعض بغموط كانت في أسرار كان في أشخاص عم لا شخص واحد كان عم يدخل كان بعيد وقرب وعم بشوفه هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يتطلع عليكم عم براقبكم أو حاقد هذا الشخص موجود بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم يقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله أموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات لا عم بيكون أموره امرتبة المشاكل أو التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور أو انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن أشخاص أو شخص بالأكثر يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة وها في نازعات كانت موجودة من قبل ترجمة نانسي قنقر